السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبات طالبات السنوية العامة شابة علوم وشابة رياضيات إن شاء الله نبدأ معكم حل مستمر بإذن الله من هنا يوميا كده أو يوم بعد يوم بإذن الله هنحل الأسئلة الموجودة في كتاب الامتحان هنبدأ إن شاء الله في الباب الأول اللي هو الاتزان لأن فيه موظمكم طالبين هذا الجزء إن شاء الله وبإذن الله نتابع وراء بعض كده يوم ويوم كده درس من دروس مع بعض إن شاء الله نبدأ على طول أسئلة الاختيار من المتعدد نمرة واحد يتفاعل حمض الهايدروكلوريك المخفف مع برادة الحديد تفاولا تاما يعني غير نعكاس ليه نشوف كده المعادلة كده بسرعة مع بعض أدت الحديد مع حمض الهايدروكلوريك المخفف ضايل خلاص طبعا تفاول عادي خالص لو احنا اعتبرنا إن الحديد ده سنائي لأنه سنائي وسلاسي خلاص يبقى في الحالة ده الحديد أنشط من الهايدروجين هيترده إذن فيه غاز طلع يتصاعد ركزوا في الكلمة ده كده لأنه ده أساس الإجاب خلاص زائد الحديد يحل محل مين ده إحلال بسيط الحديد يحل محل مين الهايدروجين يبقى يديني كلوريك الحديد ايه اتنين طيب ايه علاقة ده بالسؤال طبعا يتفاعل حمض الهايدروكلوريك المخفف مع برادة الحديد في اتجاه واحدة وتفاعل تم يعني ايه في اتجاه واحد مش انها كاس طبعا الإجابة على طول عشان ما نضيعش وقت جين لعدم إمكانية اتحاد غاز الهايدروجين الناتج مع محلول كلوريد الحديد اتنين وجبها لي فورا خلاص يعني ايه فورا يعني جاب لي ان كلوريد الحديد اتنين لأن احنا افترضناه اللي هو ايه سنائي خلاص يبقى عشان غاز الهايدروجين ايه ما عادش هيتحد معاه تاني نمر اتنين في التفاعل اللي قدامنا ده اللي هو النطرات الفضة مع كوريد السوديوم ده طبعا احلال مزدوك اي من الاشكال التالية يعبر عن العلاقة بين تركيز سي اللي هي المتفاعلات والزمن شيء طبعي ان طالما فيه راسب فيه راسب هنا اذا التفاعل هينتهي هكذا مهزهابا وايابا خلاص مش هيبقى تفاعل طردي واناكاسي لا ده هو خلاص ده زيادة التركيز المتفاعلات في الاول بعد كده بننتهي ان التفاعل ينتهي لان فيه ايه ولزلك ده تفاعل تام برضه لان فيه راسب كلوريد الايه الفضة واحنا عارفين اللي هو راسب ايه ابيض زي ما درسنا قبل كده يبقى انا عندي الاجابة هتبقى ايه ده نمر ثلاثة الشكل المقابل يعبر عن التفاعل طبعا ده اللي انا اتكلمت عنه في الكورس والاعلان اللي انا عملته امس باذن الله وان شاء الله هنبدأ فيه على طول بس احنا بنمشي بالتوازي حلقة كده وحلقة كده ان شاء الله عشان الجميع يستفيد التفاعل اللي عندي ده خاص بسرعة التفاعل وده درسناه بالتفصيل في تلتة اعدادي يا مصدر ايه اللي جاب تلتة اعدادي ما هي دي حقيقة فعلا نبدأ نشوف فكرة السؤال فكرة السؤال بيقول لي ايه الشكل البياني المقابل يعبر عن التفاعل فيه عطيني تركيز وفيه زمن طبعا الكلام ده بالنص فيه تلتة اعدادي وده ايه المواد المتفاعلة يعني انا عندي ايه متفاعلات متفاعلات خلاص وعندي البي والسي نواتج طيب انا هعرف ايه الموضوع ازاي بقى اولا احنا هنعد المربعات يعني ايه هنعد المربعات يعني عندي ايه هنا التركيز الايه ده ده المواد المتفاعلة طب التركيز ده كان بالزبط احنا لو بصنا على بيه شوفوا كده كان مربع واحد اتنين يبقى البي مربعين يبقى احنا هناخد كل مربعين كواحد مول يبقى ده انا هعتبر ده اهو واحد مول ركزوا معاك طيب تبلي اتنين يبقى التركيز بتاع الايه هيبقى اتنين مول اتنين مول طيب نعد بقى كده ادى مول ادى التاني ادى التالت ادى الراب يبقى السي هيبقى ايه اربع ايه مول يبقى عندي المعادلة بي على طول تاني المعادلة المتفاعلة اه اتنين مول اعرفت منين اتنين مول انا عد من هنا لا بداية التفاعل خلاص واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى اربع مربعات باتنين مول يبقى اتنين مول من ايه خلاص ادتني واحد مول من بي وقدتني اربعة مول من ايه من سي يبقى الاجابة عندي هتبقى رقم ايه نركز عليها لان ده حطتها لقف المراجعات اللي هو الكورس اللي احنا قلنا عليه مهم جدا وجايب مواد او موضوعات من السنوات اللي فاتت كلها نيجي رقم اربعة من التفاعلات البطيئة نسبيا ده طبعا برضو في تلتة اداد تفاعلات بطيئة نسبيا الزيوت النباتية مع الصودة الكاوية لتكوين صابون وجلسرين لو رجعنا لو عندوك اخوات في تلتة اداد يبصوا كده التفاعلات اللي هي بطيئة نسبيا التفاعل الزيوت مع مين مع الصودة الكاوية عشان نكون صابون بنفس اللفظ ده كده بل الضبط بالضبط رقم خمسة الرسم البياني يعني نختار رسم بياني يوضح للاقبة بين معدل التفاعل الكيميائي ومساحة سطح التفاعلات المعرضة للتفاعل طبعا مساحة السطح كلما زادت زادة معدل التفاعل يبقى دي ما تنفعش ودي ما تنفعش لانها سبتة ودي ما تنفعش لانها بتزيد وتقل يبقى انا عندي الاجابة على طول ايه الف تاني كلما زادت مساحة المقطع كلما زاد معدل ايه التفاعل الكيميائي دي رقم ايه خمسة نيجي لرقم ستة اي من هزي التفاعلات اي من هزي التفاعلات تؤدي الى انتاج غاز اكسوجين بالمعدل الابطأ الابطأ يبقى هنشيل المسحوق على طول لان المسحوق بيزود سرعة التفاعل تمام يبقى انا عندي قدامي باق ودال ما زلنا بنتكلم عن معدل الابطأ يبقى الحمض اللي تركيزه اقل يبقى نشيل دي رخرة يبقى الاجابة تبقى ايه دال ودبالكم احنا اصرفنا ازاي المسحوق اسرع تمام يبقى قدامي شريط وشريط يعني ايه مش مسحوق طيب انا قدامي حمضة تركيز اعلى وحمضة تركيز اقل انا عايز المعدل الابطأ يبقى دي الاقل كلام جميل نيجي رقم سبعة في الشكل البياني المقابل يعبر منحنة اكس منحنة اكس اللي عندها الحجم غاز اللي هيدروجين المتصعب من تفاعل واحد جرام من قطع الخرصين يبقى احنا بدأنا بواحد جرام مع وفرة من حمضة قوي عند تلاتين درجة مقوية يعني درجة الحرارة معقولة يعني هتخلي التفاعل تم حمضة قوي هيزود التفاعل تمام يبقى واحد جرام معادش يبدأ واحد جرام بقى بعد كده هيقل ويعبر منحنة واي عن تفاعل نفس الحمض مع نفس الحمض مع مين طبعا الواحد جرام قلة تبقى استعد الف و بق يبقى هي تبقى النص يعني طالما قلت وما فيش اللانساس يبقى نص ونص يبقى عندي جيم وايه وده طيب يا ترى نص جرام من قطع الخرصين عنده اربعين ولا عنده عشرين طبعا عندي عشرين غلط لاننا نلقيت التفاعل في زيادة في السرعة يبقى يبقى عندي رقم جيم اللي هو عندي اربعين ايه درجة مقوي نيجي رقم تمانية رقم تمانية رقم تمانية في التفاعل اللي قدام ده ماغنيسيام زياد حمض هيدروكلوريك بديني مجي سي اللي تو زياد اتش تو بيقول لي يزداد معدل التفاعل يبقى معدل التفاعل بيزداد عند اضافة المزيد من الماغنيسيام الى الحمض ليه هل زيادة تركيز المتفاعلات لا طبعا ما زودناش تركيز متفاعلات خلاص ده احنا اضافنا مزيد من الماغنيسيام خلاص قيام الماغنيسيام بدور عامل المؤكسد لا طبعا هو عامل مختزل تغير طبعات المتفاعلات ما تغيرتش زي ما هي يبقى بسبب زيادة مساحة سطح الماغنيسيام المعرض ايه للتفاعل لبنما زودت مزيد من الماغنيسيام زادت مساحة السطح فزاد الايه معدل التفاعل نيجي رقم تسعة اذا كان معدل تكوين غاز النشادر بطريقة هابر بوش بيساوي هذا الرقم فإن معدل استهلاق غاز النيتروجين نكتب المعادلة كلا مع بعض انتو زائد انتو زائد اتش تو ساهم زهابا وايابا ان اتش سري طبعا هنوز المعادلة هنا اتنين طريقة الوزن ان شاء الله عملنا في الكرسات هنضرب بين اتنين في تلاتة بستة على اتنين في تلاتة خلاص اتوزن يبقى هنا اذا كان معدل تكوين غاز النشادر معدل التكوين يعني اتنين مول اداني الرقم ده طيب واحد مول من النشادر هداني نصه على طول نص الرقم بالزبط خلاص يبقى الوقتي هنا هداني نص الرقم فإن معدل استهلاق غاز النيتروجين سوف يكون هيبقى نص رقم اتنين ونص هيبقى واحد وإيه وربع رقم 10 عند سبات كتلة الخرسين وحجم الحمد يبقى عند كتلة خرسين وحجم الحمد يكون معدل التفاعل بين نقط الخرسين مع حمد الهيدروكلوريك اكبر حمد الهيدروكلوريك نقط اكبر من طبعا الكلمة دي عايزين نختار حاجة كده عايزين اكبر ما يمكن ايه اللي بيكبر حجم التفاعل او معدل التفاعل ايه اللي بيكبره ان يكون مسحوق ودرجة الحرارة مرتفعة درجة الحرارة مرتفعة وان يكون الحمد مركز وان توقعون درجة الحرارة مرتفعة يبقى قطعة وقطعة دي هنكنسلها خالص ليه لان المسحوق والاقرب للصواب يبقى نبديت مسحوق اه يكون معدل التفاعل بين مسحوق والخرصين عمره ما يبقى قطعة يبقى قطعة غلط لانها بتأخر التفاعل واحنا الكلام ده اخدناه في السنوات اللي فاتت كمان تمام يطر المخفف ليزود معدل التفاعل ولا المركز طبعا المركز وطالما قلنا مسحوق ومركز يبقى نكمل عبارة عندي خمسة وسبعين اكتر من ايه من خمسين يبقى دي فكرة بس اللي ايه التفكير رقم حداشر من الشكل المقابل اي مما يأتي لا يؤثر في معدل التفاعل الحادث تاني الشكل المقابل ده اي مما يأتي لا 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 نافيه يعني كلهم بيأثروا معدى وحدة خلاص يبقى بالراحة خلاص كده عشان نفق يطرى زيادة حجم الحمض لا طبعا ده ما بيأثرش بقية دي الإجابة ده لا يؤثر زيادة حجم الحمض ملتها اللي التهى لو القطع موجودة وفي مسحوق التأثير ما بين القطع والمسحوق او الصحق درجة الحرارة طبعا التركيز اللي هو الخفض التركيز يبقى التركيز ودرجة الحرارة مهم ميه ده غير ان هي ايه قطع صغيرة مسحوق ولا ايه ولا قطع طبعا صحق قطع دي ماشي التلاتة دول يأثرهم اللي ما يأثرش في هذا الموضوع مين زيادة حمض او زيادة حجم الحمض نيجي رقم اتناشت انا عندي اربع كقوس اربع كقوس الاربع كقوس فيهم لديك اربع كقوس زجاجية بكل منها تفاعل اتنين سنطي من شريط الماغنيس مع ميت ملي من محلول حمض الهايدروكلوري خلاص دول سبتين في الاربع تحت الشروط المدونة بس هو في شروط اعطوها لبقى خلاص على كل كأس اي كقوس يكون بها معدل التفاعل اكبر ما يمكن اولا هنستبعد التركيزات القليلة يعني هنستبعد الف وجيم هنستبعد الف وجيم تمام يبقى الحوار ما بين ايه ما بين التركيزين اللي زي بعض تمام ولكن درجة الحرارة تكسب درجة الحرارة مؤثر كبير جدا في زيادة معدل ايه التفاعل نفكر كده بهدوء عشان ايه من روحش بعيد نيجي رقم 13 رقم 13 اي التغيرات الاتية اللي تؤثر في معدل تفاعل حمد الكابريتيك المخفف مع اكسيد النحاس في اناء مغلق اكسيد النحاس محطوط في اناء مغلق ايه اللي ما يأثرش في التفاعل ونركز خلص السؤال سؤال سهل جدا خلاص يا ترى تركيز الحمد لا بيأثر حجم دقائق اكسيد النحاس بتأثر كانت مصحوب ولا ايه حجم كبير درجة الحرارة بتأثر اذا اللي ما بيأثرش بمعدل التفاعل هو الضغط الخارجي الواقع على خلاص ايه التفاعل مالوش علاقة خالص بالتفاعل الكيميائي من خواص العامل الحفاظ العامل حفاظ الخواص بتاعته ايه يزيد من معدل التفاعل الترد فقط لا طبعا غلط الترد والعكس يزيد تركيز النواتج في المتفاعلات المتزنة لا طبعا يزيد من طاقة التنشط ده بيقللها لا يتغير تركيبه في نهاية التفاعل هي دي الاجابة النموذجية رقم 15 ما العامل الحفاظ في التفاعل المعبر عنه بالمعادلتين المقابلتين من بصوا كده ده دخل وخرج على طول عشان الوقت بس ومن ضيعش وقت انا بديكوا افكار الحل يبقى الوقت هنا دي دخلت وخرجت زماهية يبقى حرف سي مباشرة والباقي كله ايه غلط تمام نيجي رقم 16 الشكل القدام علاقة ما بين حجم الغازات المتصاعدة والزمن يبقى رقم 16 بيقول الشكل بينه المقابل يعبر عن حجم غاز الاكسجين المتصاعد بمرور الوقت عند ضافة ثاني اكسيد المنجنيز الى فوق اكسيد الهايدروجين اي من العبارات الاتية تعتبر صحيحة يا طرى ايه الصحيح هل ثاني اكسيد المنجنيز بيستهلك لا دعم الحفاظ مساحة سطح ثاني اكسيد المنجنيز بتزداد لا طبعا ما بتغيرش معدل غاز الاكسجين بيتصاعد بيزداد في النهاية لا طبعا الاجابة النموذجية فوق اكسيد الهايدروجين ايه يستهلك ده كان اخر حاجة النهاردة في اسئلة الاختياري مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة ضميات الجديدة الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللي ما اشتركش معنا في قناتنا اشترك ويضغط على الجرس واحترك كل عشان يوصل لكم كل جديد الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة